السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل كتاب جمل الصف الرابع الابتدائي لعمل دراسي عشرين تلاتة وعشرين الترم التاني براكتس لسن تو صفحة واحد وعشرين ان شاء الله نبدأ بالتوصيل السكان الاسكيمو بيعيشون في المناطق القطبية اللي هي طبعا درجة حرارتها اللي هي سالب 40 درجة مقوية في اعتبار رقم C يبقى هنا نمبر ون درجة المناخ في الصحراء هي حرة جدا هيطبع برقم A يبقى دي نمبر نمبر أنا لا أستطيع أن أشرب هذا القهوة أو هذه القهوة أو ريس كافي طبعا ليه لان طبعا هي ساخنة جدا هتبقى نمبر دي يبقى نمبر سوري بالدي السؤال الرابع التقس المعتدل هو هو اللي هو عمره ما هو بارد جدا ولا حر جدا يبقى هو الطقس الذي أبدا لا يكون بارد جدا ولا حر جدا يبقى دي هتبقى نمبر فور بعد كده الفقرة People are very good at adapting الناس جيدين في التكايف They can almost live anywhere هم تحيان يعني طريبا بيعيشوا في أي مكان Most people like to live near rivers معظم الناس بتحب تعيش بجوار الأنهار But Bedouin people prefer to live in the desert ولكن سكان البدو يفضلون العيش في الصعراء They like to live in open areas هم بيحبوا يعيشوا في المناطق المفتوحة They eat beans هم بيأكلوا الفول لام اللي هو الحمل اللي هو الخلفين الصغير So that they can move easily عشان يبقى سهل عليهم التحرك To look for water عشان يقدروا يبحثوا عن المياه The tent is usually made of animals here الخيام عادة بتعمل من شعر الحيوانات Bedouin people are very special السكان البدو هم مميزين جدا They have beautiful clothes عندهم لابس جميلة Delicious food And nice songs وأغاني جميلة السؤال الأول Bedouin people live in the desert سكان البدو بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في الصهراء desert بعد كده السؤال الثاني Tentists are usually made of animals بيسيبقى هنا الخيام عادة بتعمل من ايه الخاصة بالحيوانات؟ من شعر الحيوان here بعد كده سؤالين مقاليين what do bedouin people eat هم بيأكلوا أي؟ سكان البدو بيأكلوا هم بيأكلوا ايه؟ هم بيأكلوا مكتوب هنا اللي هم بيأكلوا زي هم بيأكلوا الفول اللام اللي هو الخرفان يعني اللحم الخرفان أو الحمل يبقى زي بقى السؤال الرابع ليس كان البدو مميزين لانهم عندهم طعامهم الخاص ايات في الاخر خالص زي معهم ملابس او عندهم ملابس جميلة وطعام لذيذ واغاني رائع وبعدها تبقى رمبر فور بقى كده البنكتشواشن هنا هنكتب الاتش كابيتل وينكمل 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 وفي الاخر فولستو بقى كده صفحة اتنين وعشرين هنكمل بالكلمات الاتية سويل يعني تربة وطع يعني ماء بلانتس نباتات ويدرينك يعني يشرب او شرب من الصحيح او من الحق او شكل حقيقي ان الناس جيدين او البشر جيدين في التكايف بات زي لوق فور سري سينجز وثم بيدوروا على سلاسة اشياء اه تولف للعيش المناخ والتربة يبقى كده المناخ والمية المياه مهمة جدا الناس بتحتاجها للطبخ والشرب يبقى دورينك زي ايضا بيحتاجوها لنمو النباتات او زرات النباتات ويزوية وطع بدون المياه نقاط وونت جرو مش هتكبر يبقى النباتات بلانتس بعد كده الباريغراف طالب مني اكتب عن ان اوازز ان ايجيبت واحى في مصر انفيرومنت بيئة وصوية يعني تربة طب هنا هنكتب الجملة للتحية ان الناس بقدروا يعيشوا في البيئات حتى البيئات الصعبة ممكن الولاديات حتى نبدأ بيها الجملة يبقى هتقول humans يبقى humans هنا اه or very good at adapting لف هم جايزين في جايزين جدا في التكيف في العيش هنجمحها بس كده دي خلاص كتبت عنها يبقى الناس او البشر جايدين في التكيف للعيش في البيئات التي تكون حولهم وهنا عندي سويل يعني تربح والبقى يوجد واحة في مصر زير او او اسيز ايجيبت يوجد كثير من الواحات في مصر طبعا هنا جمعتها والجمع بحول الاي ايه ماش كده اا مثلا هقول ايه يوجد تربا خصبة في الواحات يبقى زير كده كتبت عن الصويل في الواحات في الواحات في الواحات في الواحات في الواحات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة